مبارح برضو بالليل مع الكابتان أحمد شوبر في البرنامج بتاعه كان فيه بعض التصريحات من مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي اللوكورياتوركاد وبصراحة هي تصريحات كلها متنقضة كامل الاحترام الرجل على المستوى الشخصي لكن تصريحات متنقضة وتصريحات بعضها مضحك والله مضحك برضو من غير مبالغة فأنا حرارت لحرارتكم بعد هذه التصريحات ونعلق عليها احنا هنا بنعلق بقى بخلاف المباراة النهائية بخلاف ايه اللي حيحصل لسه عندنا ماتش النهاردة ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه بعيكانة تأهل لكن في حاجات ما ينفعش تستنى في حاجات لازم تعلق عليها زي التصريحات اللي حرارتكم بتقروها دي قالك تقدمت أربع دول قبل غلق التصويت وهما ناجيريا وجنوب أفريقيا بص ركز معي بقى ناجيريا وجنوب أفريقيا ومغرب وسنجان ناجيريا وجنوب أفريقيا لم يكن لديهم مراعاة كل الشروط المطلوبة أنا نفسي أفهم حضرتك إيه هي الشروط المطلوبة ما تعلنوا عنها يعني حتى الموقع الرسمي الاتحاد الأفريقي ما فيهوش أي شروط أو لوائح واضحة أو معلنة بخصوص مين يا جماعة اللي عايز يستضيف نهائي دور الأبطال الأفريقية أو كونفدرالية وبناء علي لازم يتوافر عنده الشروط دي ما فيش أي حاجة من هذا المنطلق في الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي يعني وبعدين هي الكساء يعني جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا الدولة اللي نظمت كأس العالم أكبر محفل عالمي في كرة القدم هي نظمته ما عندهاش الشروط بتاعت إنها تنظم نهائي دوري أبطال أفريقيا برضو حاجة غريبة كلام غريب جدا كمل قالك وكان هناك منافسة بين الاتحادين السنغالي والمغربي وبعد ذلك انسحبت السنغال هل يا جماعة في أي إعلان رسمي بإنسحاب السنغال؟ ها فيه ما فيش أي حاجة كمل وبالتالي لم يكن أمامنا سوى المغرب لأنها الدولة التي توقت لإصدافة المباراة هو من اللي خل المغرب هي لتوقت لإصدافة المباراة؟ هو الاتحاد الأفريقي؟ هل في تصويت حصل في الاتحاد الأفريقي بخصوص السنغال والمغرب؟ ما حصلش والكلام المعلن ده غير حقيقي بدليل أنه ما فيش أي إعلان رسمي خرج من الاتحاد الأفريقي بخصوص التصويت ده أو بخصوص أنه أصلا هيحصل التصويت فحاجة غريبة منذ من التصريحات برضو بصراحة اللي الراجل قالها لأن التصريحات برضو يعني غريبة شوية لما قال لك إيه كابتل أحمد شبير الراجل إعلامي مهني كبير سأله سؤال قاله طب أنتوا دلوقتي قلتوا أن نيجيريا يعني ما عندهش الشروط أنها تستضيف نهائي دور الأبطال الأفريقية إزاي قدرت أنها تستضيف نهائي الكونفدرالية فالراجل راح راضد قاله لا الشروط بتاعة دور الأبطال الأفريقية مختلفة على الشروط بتاعة الكونفدرالية طب يعني الواحد يرد يقول إيه يعني هل إحنا في دور الأبطال الأفريقية بنلعب كرة قدم والناس في الكونفدرالية بلعبوا هوكي يعني إيه هي الشروط المختلفة من هنا لهنا يعني ماهما بطولتين في نفس القرى بفرق من داخل نفس القرى باتحاد قرى واحد بيديروا نفس الناس كل حاجة باتحادات أهلية هي هي المشاركة في هذه البطولة الكونفدرالية هم هم اللي بيشاركوا في دور الأبطال الأفريقية فإيه الشروط يعني أنا برضو عايز أفهم إيهي الشروط المختلفة ما بين دور الأبطال الأفريقية والكونفدرالية فبرضو إجابات غريبة وأنا في الحقيقة أنا شايف هو الراجل له كل التقدير والاحترام اللي هو الراجل مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لك أنا حاسي أنه هو نفسه مش ملم باللوايح بتاعت المصابقات وبالشروط اللي هو بتكلم عنها فحاجة غريبة كلها تساؤلات يعني إيه تخليه أن إحنا نستنتج إجابات ملهاش بديل إيه هي الإجابات إن في يعني تواطق بشكل أو بآخر بصراحة فدي من ضمن الحاجات الغريبة فيه برضو حاجة